أنا أرى هذا هو التكتيك سياسي جديد يدركون تماماً الخلاف واسع وشاسع جداً ما بين الصدر والسيد المالكي ما ممكن ما هو خلافهم في بداية الأمر يتقبل كل الإطار ما عدا السيد المالك حتى جزء من دولة القانون ما عنده مشكلة السيد الصدر لكن المشكلة انحصرت ما بين السيد المالكي والسيد الصدر وليس مع الحاج هارد العامري ولا حتى بقية الأخوة مثل قيس الخزعلي أو فالح الفياض المشكلة حصراً بالتحديد بينهلالياً مع السيد المالكي يعتقد أن الرجل السيد الصدر أخذ السيد المالكي وقته ودوره عليه أن يعطي البقية أدوار أخرى وخوفاً ربما ينعكس هذا التحالف ما بين دولة القانون والتار الصدري إلى فشل كسابقاته لذا لم ولن تنجح هذه المهمة لأن يعرفون تماماً أنه هم ينسحبون إلى المعارضة ويتركون السيد الصدر والسيد المالكي باتفاق الكتلة الأكبر لم ولن تنجح مرة أخرى هذا أعتقد هو مناورة سياسية وتكتيك سياسي واضح والنتائج مقدماً لم تنجح المباركة